ضربات روسية مركزة مؤخرا تستهدف محطات الطاقة الكهرباء في أوكرانيا حتى أن شركات غذاء بدأت تتأثر من انقطاع الكهرباء عن منتجاتها التي تحتاج إلى تبريد متواصل تكريف الإنتاج لشركات عملاقة أوكرانية للصناعات الغذائية تضعفت بشكل كبير ومنها ما خسر أموال طائلة فمثلا اضطرت إحدى شركات صناعة الجبن إلى التخلص من كميات كبيرة من المنتجات التي أفسدتها انقطاعات التيار الكهربائي ليس الصناعات الغذائية فقط اضطرت ثاني أكبر سلسلة دور عرض سينمائية في أوكرانيا إلى إعادة أموال أكثر من ثمانين ألف تذكرة خلال النصف الأول من العام الهجمات الروسية المتجددة على محطات الطاقة الأوكرانية أدت إلى الضغط على شريان الحياة للاختصاد الأوكراني مما دفع إلى بعض الشركات إلى نقطة الانهيار طبعا طبقا لوصف صحيفة وولستريت جورنل كل هذا يعني أيضا شتاء قادما أكثر قسوة ما يؤدي ربما إلى هجرة جماعية من البلاد كما تقول الصحيفة لكن أوكرانيا تسارع الآن لاستعادة إمدادات الطاقة التي شلها القصف الصاروخ والطائرات المسيرة الروسية ردا على الهجمات الروسية هذا العام فرضت الحكومة شروطا جديدة على الشركات فهي لن تضمن إمدادات الطاقة دون انقطاع إلا لأولئك الذين يستوردون ثمانين بالمئة من احتياجاتهم من الاتحاد الأوروبي موسيقى